انتهت الانتخابات طلعت النتائج كثرة الاعتراضات جماعة زعلانين جماعة يتشوبون جماعة طبلين جماعة ينتظرون احنا لسنا طرفا مع الذين فازوا ولسنا شامتين بالذين خسروا كلهم عراقيون وكلهم جزء من هذا المشهد السياسي ما يهمنا ان ينتبهوا هذه المرة ان يكونوا مشهدا متماسكا ممكن ان يعطي دلالات الى الناس ان الجماعة قد اتاظوا من امسهم الذي كان قاسيا علينا الديمقراطية تعطي لك ولغيرك الحق في ان تعترض عندما يقع عليك ظلما والاعتراض ورفع الظلم واجب انساني وطني شرعي اخلاقي ولكن حينما يمتلك شروطه الموضوعية والواقعية والمعترضون يجب ان يتسلحوا بالوعي والادراك والفهم حتى يعترضوا وعندها سيكونون كبارا اولا امام انفسهم وامام الذين يعترضون عليه لانهم قد اهدوا له عيوبة في هذه الحلقة مثل ما كنتم تقولون ان النتائج كان صادمة سوف تطرح حقائق ستكون اكثر او تشكل صدمة اكبر لدى الاخرين وهذا الذي انا ابغي من خلاله وضيفي الكريم لهذه الليلة ان تصلوا اليه وان تستمعوا لماذا حلت الكارثة هل هو الجهل هل هو قلة الوعي هل هو التصويت من حيث تدري ولا تدري ام انه الغرور الذي انتاب البعض وبالتالي يلجوا الى اساليب قد لا تحمد اقبار